أعلنت وزارة الداخلية من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد لا بأس به من جرائم العنف الأسري والتي وصلت أحيانا إلى حد القتل وصلت تساؤلات كثير عن الأسباب وعن أسباب ازدياد هذه الجرائم بمجتمعنا وشو هو تأثير الظروف والحرب على هذا الموضوع كثير من تساؤلات وهذا الموضوع تحديدا رح نناقشه مع ضيفتنا بالستوديو المرشدة الاجتماعي ياريم زيودي صعد صباحك ياريم صباحك ياريم زيودي صباحك أهلا وسهلا بحضرتك بداية إذا بدنا نشوف ونقيم الحالة تقريبا لا يخلو يوم من جريمة عم نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي عم بتكون تحديدا عنف أسري ليش برأيك ازدادت هيدا الجرائم هلأ اللي بيدفع للعنف هي عدة دوافع تدفع لعنف هي في عنا دوافع اقتصادي ودوافع اجتماعية ودوافع ذاتية بتنبع من شخص الإنسان من ذاته بس المتعارفة عليه أكتر شيء هلأ الأكتر شيء يعني هي الدافع الاقتصادي الارتفاع بمواد الأسعار المتنوعة وتدهور مستوى الدخل تدني في نقول مستوى الدخل مع مصير توازن بين الأسعار ومستوى الدخل فهي يدفع بالشخص لاستخدام العنف داخل منزله فهي الأسباب اللي نحكي فيها مفصلا كل دافع بحد ذاته شو هو بيأدي أو شو نتيجته على الأسرة بس هون منشوف يعني العمل الاقتصادي هو واحد على الجميع يعني كلنا عم نمر بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولكن ليش البعض عم بيكون ردة فعله سيئة لهذه الدرجة؟ هلا هو واحد على الجميع ولكن يختلف من أسرة لأسرة بعض ما يسري على هذه الأسرة لا يسري على أسرة أخرى لما يكون فيه ضمن البيت أو الأسرة لنا تدني بمستوى الدخل ومتطلبات للحياة كثيرة فهي يشعر الشخص بغضب بتوتر بقلع يصير يتجاه نحو العنف بطريقة لا إرادية الديون اللي بتصير على الشخص الرهن مثلا كان يصير فيه حادثة مفاجئة للعائلة أو مثلا خسارة مالية كبيرة بتدفع بالشخص ليمارس العنف ضد بيته هنا عدة أسباب دوافع بتدفع بالشخص ليمارس العنف أما ببيئة إذا نعمل مقارنة ضمن سؤالك أنه ليش بصير هون وما بصير هون ضمن أسرة ثانية في وسط مادي نحن عم نحكي عن ناحية الاقتصادية منيح ما شي الحال فأكيد الوضع بديكون بالبيت في حالة من الهدوء من الطمأنينة نوعا ما مختلفة عن الأسرة اللي حكينا عنها سابقا تماما دائما منلاقي التعنيف عم بيكون إما على الزوجة أو على الأطفال اللي موجودين يعني فشة خلق من قبل الرجل أو أحيانا حتى بيكون ابن أو أخ كبير بالبيت عم بيكون عم يتعامل بهذه الطريقة إنما الأمر الأخطر لما عم يتطور هيدا العنف من عنف جسدي لجريمة نحن هون كيف منقدر نتدارك هيدا الموضوع بمجتمعنا؟ منقدر نتداركه من طريق التوعية الوعي البرامج التوعية اللي بتصير عن خلال البرامج اللي بتصير على شاشة التلفزيون أو من خلال دورات بتتم طرحها لك كافة شرائح المجتمع ومؤسساته دورات تبعية بتبين فيها مخاطر العنف الأسري ومخاطره على الأسرة على الأطفال على المجتمع على الشخص نفسه فهذه البرامج هي أنه نوعا ما بتكون هيك يعني مرشدة أو ملهمة لهذا الشخص إذا بدنا نحكي عن تصرف الأمثل اللي ممكن الشخص اللي يتعرض للعنف يتصرفه مع الشخص المعنف يعني نلاقي الزوجة أحيانا ممكن تستوعب بس كمان في حد للاستيعاب النصائح اللي ممكن نحن نوجهها لأي زوجة ممكن زوجة يكون بحالة غضب بحالة تضايق من أي شيء ممكن يتعرض له وشو هي التصرفات الممكن تقوم فيها وتهدئ مرعو هلأ هي الحاول أنه دائما يكون في حالة توازن بين الزوجة والزوجة وشراكة بين الاثنين التعاون التلبية حاجات المنزل مثلا غض النظر عن بعض الأشياء الغير قادرة للرجل على أنه يلبيها مساعدة ومعاونة وحاولة دائما أنه هي تعمل حالة من الهدوء اللي تساعده به حاجات الآية مثلا هي عليها قسم هو عليها قسم بتلبية حاجات المنزل سواء كانت المادية أو المعنوية مثلا إشراك راتبة مع راتبه إمكانية إدخاله بميزانية المنزل يعني عدة أمور فينا تكون فيها الزوجة اللي تحاول تتدارك هذه المراحل ولا إلا هي العنف الأحانة اللي تصير أنه هي نتيجة التراكمات بتكون عند الشخص أو نتيجة إلنا دوافع هي بتكون موجودة عندنا دوافع اقتصادي ودوافع اجتماعية ممكن يكون بعض العادات والتقاليد بتوارس الرجل من خلال آباء والأجداد والمعروف عنه مثل عادات هو حب السيطرة على المنزل أنه الرجل لازم يكون هو صاحب الهيبة بالمنزل وأنه مقدار رجلته بتتمثل بمقدار سيطرته على المنزل فكيف بدي سيطر على هذا البيت؟ عن طريق القوة والعنف اللي يكون فيه أما منشوف بعض هذا العنف موجود ببعض العائلات لأنه يكون فيه شوية وعي ثقافي أو وعي أسري فبيقلع بعض الأسر وبعض الأسر ما منشوفهم أبدا موجود لكن نتيجة التعرض عن الظروف خارجية أيضا الظروف الخارجية اللي بتتعرضها تتعرض للأسرة كمان بتأثر فتدفع بالشخص لحتى يمارس العنف ضمن هذه الأسرة أحانا ممكن يتظرف على العائلة ظرف مرض مثلا مرض أحد أفراد العائلة أو الحمل اللي بصير بالعائلة وشو بيتبع من عنده متطالبات ومشاكل بتدفع أيضا بالشخص لحتى بصير هو هون شخص مهمل نتيجة المرض اللي صار أو تعرض لعدم الاهتمام فبدي يدفع نفسه لحتى يمارس العنف لحتى يحل هذا الموقف أو يصير هو يظهر نفسه بهذا الموقف فعدة أمور أو دوافع بتصيب هذا الشخص هي بتدفعه لحتى يمارس العنف تماما إنما دائما منشوف أنه المرأة هي العنصر الأضعف وحتى الطفل اللي عم بيتتم التعنيفة عليه يعني يكونوا هنو المعنفين في حدود ممكن للإستيعاب أو حدود للمرأة أنه تتحمل هيدا الوضع بمحاولات متعددة إنما بالآخر شو ممكن التصرف الصحيح اللي تلجأ لإله هل المسائلة القانونية ممكن تكون هي رادع أو تحد من هيدا التعنيف الأسري؟ طبعا المسائلة هي بدت تكون الرادع الأقوى لو لو دافع الخوف اللي كانت للنصب تغلط ودائما دافع الخوف هو اللي بيمنع لأي شخص من ارتكاب الخطأ أو الوقوف عنده حد معين لارتكاب الخطأ فدائما بيكون فيه قانون بيعرف أنه هو القانون يحمي الجميع فبدي يكون فيه ردع إلى حد ما فهم بتوصل لمرحلة القانون فأكيد بدت تلجأ له لحتى تحمي نفسه تماما هي يمكن ممكن فيه ناس بتخاف من هيدا الأقصص كتير ممكن فيه توعية لهيدا المواضيع كتير ولكن الدور الاجتماعي للحد من هيدا الظاهرة كيف ممكن نحن نوصل لهيدا الأشخاص نوعيون يعني نقلهم أنه مثلا ممكن فيه ظروف ممكن تصيب كل الناس ولكن يكون ردات فعلا أقل من اللي نشوفها هلأ دائما إنه توعية دائما التوعية والدورات اللي بتصير ونحن مثلا كأرشاد بالمدارس نحن دائما نعقد اجتماع أولياء الأمور كتير منحكي عن مواضيع الأسرة وعند مشاكل اللي بتصير ضمن الأسرة عن العنف المنزل اللي بتصير ضمن الأسرة ننوع لهالمواضيع كتير لأنه من خلال مشاكلنا مع الأطفال منوصل لأنه طفل دائما مشاكل وأغلبيتها 3-4 المشاكل بتصير هي من البيت يبتيجي من البيت فمن دائما منوضح نحن كأرشاد بالمدارسة عن أهمية التفاهم بالأسرة والعلاقات الحلوة بين الأب والأم لأنه هي الأثر الإيجابي أو السلبي على شخصية الطفل فمن خلال مشاكلنا نحن مع الأطفال نحاول دائما نبعت وراء أهاليهم نقعد من نسمعهم نشوف الطفل ما بس هو عنده مشكلة الأهل هنا عندهم مشكلة فمنحاول نحنل مشكلة بيننا ونتعاون معهم ننوصل بحل مشكلة بتخص طفلهم لأنه أي مشكلة بتصير ضمن الأسرة هي تأثير على الأطفال إلى تأثير تأثيرات على الطفل بحياته هو كطفل وإلى تأثيرات إلى مدى لاحق هذه الحالات عم بصير فيها تجاوب من قبل الأهل أغلبية الأحيان تماما بصير لأنه بالنهاية حالة الغضب بتصير أولى عنف ضمن الأسرة هي بتصير للاحظات أو لفترة مؤقتة وبعدها أكيد أي عائلة بهمة سلامة ابنها سلامة عيلتها أولادها يعني منشوف نحن زيارة أولياء الأمور لأنه اهتماما بأولادهم بأطفالهم بس أحيان كان ضعف الثقافة عندهم أو ضعف الوعي وعدم وجود الخبرة الكافية هي اللي بتنقصن أو بتلزمون فبيلجأونا لنحل المشاكل ونحن بنتعاون معن إلى حد معين تماما ممكن سلوك الطفل هو اللي بيدل أنه هل هذا الطفل في عنده عنف ضمن البيت أو لا فيه ممكن مخاطر متعددة ممكن يتعرض لإلى الطفل خاصة إذا تعنفت أمه قدامه فهون نحن كيف أنتوا دوركم كمرشدين اجتماعيين مع هذول الأطفال هل أغلبية العنف المنزل بصير أمام تلتة ربع هذا العنف بصير أمام الطفل هو عم يشوف قدامه أمو عطم ضرب طماما فأكيد يشعر بالانزعاج بديصير عنده اضطرابات بديصير عنده حالة قلق اكتئاب بيصير عنده تبول ليلي لا إرادي بيصير كوابيس أثناء النوم بيصير بيقلد الأصغر منه حتى ما بصلى الطفل الصغير حتى إذا في مراهقين بالبيت أيضا بتأثر عليهم العنف اللي بصير قدامه بالبيت بصير عندهم سلوكيات مختلفة بيحبوا يطلعوا يمكن بيحبوا بصيروا بيحلوا مشاكلهم خارج البيت ما بيحلوا إلا عن طريق العنف لأنه هذا السلوك شافوا عم يشوفوا قدامهم بصيروا ممكن يلجأوا لتناول كحول مخدرات أو بعض الأدوية المهدئة يعني حتى تأثيروا مثل على المراهقين وعلى الإناس كمان اللي هو تأثيره السلبي بصيروا بحالات قلق اكتئاب بصير بيصير بيعانوا من حالات شكاوي جسدية دائمة بيكون هنا ما عندهم شي بس هيك حالة القلق هي اللي بتخلييني يشعروا بهذه الحالة فأكيد الحالة العنف في المنزل بتصير بالبيد تأثر سلوكه على الطفل وبتأثر إلى مدى لاحق يعني بعيد أكيد الطفل اللي هو كان عميشة حالات عنف عم تصير قدامه بالمنزل بدي تأثر على سلوكه يا أما بدي صير مقلد لهذا السلوك يا أما بدي صير ضحية لهذا السلوك فمثلا مثل ما قلت الأب إذا شاف الولد عم تنضرب أمه قدامه بدي يصير كل يحل مشاكله مع الإنس دائما بدي يكون دي مارس العنف معه والبنت أيضا اللي بتشوف أبو عم يضرب أمه بدي تصير هي بتتوقع بأي لحظة أنه هي أنه يصير مع نفس الموقع وبس بصيرو هن بيحكوا مع أنفسهم أنه نحنا بعدين ما بدنا نمارس نفس هذا السلوك انه بيتحاول لأنهن السلوك مكان يحبوا بس بلا ما يحسوا ممكن بعض الأشخاص يستمروا بنفس السلوك وممكن بعدين بس بشكل عام بيطبع لهم أد ما حاولوا يبعدوا عن سلوك العنف منلاحظ الأطفال اللي تعرضوا لمشاهدة العنف المنزلي هن أشخاص بيحملوا طابع القلق الاكتئاب وعدم شو اسمه عدم إمكانية أنه ما فينهم دائما يتواصلوا مع الأقران دائما صعوبة دائما عندهم صعوبة بالتواصل مع الأقران حتى ممكن يمارسوا هذا الموضوع على أقرانهم يعني ممكن أي حدا بمحيطهم بالمدرسة بالروضة يكونوا دائما هن يضربوا الأشخاص تماما هذا السلوك دائما هن يشوفوه لأنه سلوك العنف دائما سلوك العنف بالبيت الطفل عم يشاهده دائما فهذا السلوك صار عنده سلوك مكتسب من الأسرة فهذا السلوك دائما هو عم يشوفه فبدي يمارسوا بالله شعوريا ودائما بيحل مشاكله عن طريق العنف هو لو حاول لنا بمراحل تاني وقال أنا بدي أبعد عن هذا السلوك لأنه السلوك كان يزعجه ويدايقه بدي يحاول يبعد عنه بس ما بيقدر بالله شعور ما فين يحل مشاكله إلا عن هذه الطريقة حتى ممكن كان مهى زبطوا عفيني الرأي حتى ممكن يخافوا من هيدا تأسيس العائلة ومؤسسة الزواج بشكل عام يرفضوا بعدين بيقيت لك بيصير عندهم صعوبة ممكن الشاب أو الصبية فممكن يكون كمان عندهم مشكلة بهذا الموضوع تمام بيصير عندهم صعوبة دائما هو دائما بيصير علاقاتهم مع الأقران فيه صعوبة تواصلهم بيصيروا بيصير 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 مرحلة انقطاع لأنه بيصير عندهم هي مشائني صعوبة بالتفاهم مع الآخر إلى أي مدى لازم يكون نحن هم في عندنا إدراك للجوء لطبيب أو لمرشد اجتماعي أو أغصائي بهذا الموضوع لحتى يحل هيدا المشاكل اللي صايرة هلأ من خلال أنا خبرتي بعملي يعني مثلا من بدايات شغلي كان مثلا نحس لما تيجي لعننا أولي الأمور كان قليل أنه يحكوا يصير أنه أو ينطرح مشاكل عائلية تصير بيناتهم بس بفترات لاحقة ونتيجة كثرة المشاكل والضغوطات اللي عم تعاني من الأسر صارت أغلبية للأشخاص أنه بتحب تحكي بتحب تعبر عن اللي يصير بداخله بتحب حتى تصير تفهم يعني أنه شو عم يصير معه والبحث عن حلول وإيجاد مقترحات وحلول فكثير بنحس بأريحية يعني كثير أعائلات بتيجي وأشخاص يعني بأب وإم بيجوا مثلا بيحكوا لنا مشاكل لو ما وضع بيخص أطفالهم هنا مشاكل عم تصير معهم ونحن بنحاول نقدم كثير حلول ومساعدة لإلون فبيشعروا براحة حتى مثلا يقولون نحن كثير رتحنا عندكم معلش تستضيفونا مرة تانية أنه نحن كثير عم نرتاح عندكم حتى قبلنا عم نعرف كيف صرنا التعامل معه كيف نتواصل معه تماما يعني إذا بدنا نحكي عن ثقافة زيارة الطبيب النفسي أو المعالج الأخصائي بعلم الاجتماع أدي بتقيمية بالمجتمع السوري؟ هل وصلنا لمرحلة أنه نحن نكون قادرين نقول أنه نحن بدنا نزور طبيب نفسي أو لسه في مشكلة بهذا الموضوع؟ صدقا صار فيه أريحية بهذا الموضوع أنه صارت كلمة تقالوا عن طريق النكتة بتصير أغلبية الأفراد المجتمع بحاجة إلى علاج نفسي كلنا بحاجة لعلاج نفسي نتيجة الظروف اللي عشناها نتيجة الضغوطات اللي عم نحس فيها فصار موضوع عادي بنتحكي عن طريق المسحة أنه صار الشخص بشكل طبيعي يعني أو أبدا ما فيه أبدا حالي من الخجل أنه هو يطرح مشكلته أمام أي حدا بيحس حاله هو طبعا هذا الشخص يكون هو معالج أو طبيب نفسي يحكي له مشكلته لحتى لأنه بحاجة كل شخص هو من ضمن هذه الحالة أنه يوصل لنتيجة تريهه إذا كان حابب يوصل لنتيجة إذا كان حابب تماما فما عنده أي مشكلة لا فيه أي عقبة قدامه تمنعه من الوصول لأنه خلاص بدي يرتاح يعني أنه ممكن بحاجة لشخص يعطيه هذه الحلول أو يشجعه لموضوع معين يريحه كلمة ممكن أحانا كلمة تقعدي ما ضروري يكون شخص معالج هو شخص وطاقة إيجابية حلوة تقعدي معي يريحك بكلمة بحديث حلو بابتسامة أنت بالله شعور ترجعي لعنده ترجعي نفس القاعدة ونفس الهيئة أو تحبي تحكي له أو ترتاحي معه لأنه شخص مريح شخص عطاك معلومة أو أي فكرة حلوة ريحتك كيف إذا كان معالج هو ريحك وعطاك الحلول العلمية الدقيقة والصحيحة أنه كتير يعانوا منه الأشخاص نطلع من هذه المواضيع نطلع من هذه المواضيع كثير فيه مثل حوار أو إبدأ أرى يا أما بتاخد فيه لهذا الرأي أو لا نحن ناخد نحن الشيء الإيجابي لنقدر فعلا نحسن حياتنا كلمة أخيرة بتحب توجهيها فيما يخص موضوع العنف الأسري أنه كيف نقدر نتدارك كأشخاص أفراد بهذا المجتمع بالرغم من ظروف الكتير الآسية والصعبة اللي عم نعيشها الإرادة القوية لكل شخص بوجود الإرادة القوية منتصر على أي صعوبة بتواجهنا إن كان من مشاكل أو ضغوطات أو حتى الأمراض منتغلب عليها عن طريق الإرادة القوية أكيد نتشكرك المرشدة الاجتماعية ريم زيود نورتي صباحنا لهذا اليوم شكرا لهذه المعلومات إن شاء الله تقل هذه الحالات ونشوف الأشخاص اللي هنا بحاجة نصيحة يلجأوا لشخص قادر يعطيهم النصيحة وتقل لهذه الحالات شكرا لإلك بيسعد صباحنا بيسعد صباحكم شكرا لإلك نورتي صباحنا لهذا اليوم صباحكم